اشتركوا في القناة نجدد معكم اللقاء حول مادة العقيدة الاسلامية وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند الحديث عن العصمة للانبياء ونقول انت بتقول لي ان النبي معصوم من ان يفعل منهيا عنه ولو كان النهي نهي كراها او خلاف الاود ما تفصل لي شوية يعني هل يجوز على النبي ان يكذب هل يجوز على النبي ان يرتكب الفواحش ان يرتكب الكبيرة طيب من عند المنهية عنه درجات فهل هو من فهل هو معصوم من كل درجات المنهية عنه تعالوا نشوف الفعل المنهية عنه اما ان يكون منافيا لمقتضى المعجزة او لا يعني ايه المعجزة دا امر خارق للعادة يظهر الله على يد النبي تصديقا له يبا المعجزة معناها صدق عبدي او هذا النبي صادق دا بالتبسيط الشديد وانا هتكلم بالتفصيل ان شاء الله عن المعجزة دا بالتبسيط الشديد معنى المعجزة هي دلالتها كده معناها ان هذا النبي صادق طيب الصادق يتأتى منه الكذب الكذب ضد الصدق فاذا كان النبي صادقا فلا يكون كاذبا ولو انت جوزت عليه انه يكذب يبا ارتكب فعلا منافيا لمقتضى المعجزة وده ما ينفعش ارتكب فعلا منافيا للمعجزة لذلك قالوا وما يتوهم صدوره من الانبياء من المنهيات وما يتوهم يعني من باب الوهم مش من باب الحقيقة وما يتوهم صدوره من الانبياء من المنهيات اما ان يكون منافيا لما تقتضيه المعجزة وهو صدق الرسول في دعوة الرسالة وتبليغ الاحكام اصلي معنى المعجزة كما قلت لكم صدق هذا النبي طب صدق في ايه صدق في امرين في انه نبي وان الاحكام دي جاية من عند ربنا سبحانه وتعالى يبا في دعواه النبوة هو صادق وفي تبليغ الاحكام الشرعية هو صادق طب ايه اللي خلاني حكمت بصدقه المعجزة لان المعجزة هي المعجزة معناها كده معناها ان النبي صادق في دعواه النبوة وصادق في تبليغ الاحكام طب لو جاز عليه الكذب يبا ارتكب فعلا منافيا لمقتضيات العصمة وهو دعوا النبوة وتبليغ الاحكام وهذا لا يكون يبا مرة تانية ما يتوهم صدوره من الانبياء من المنهيات اما ان يكون منافيا لما تقتضيه المعجزة وهو صدق الرسول في دعوة الرسالة وتبليغ الاحكام او لا يعني هذا المنهي اما ان يكون منافيا لمقتضيات المعجزة واما الا يكون منافيا لمقتضيات المعجزة يعني هو منهي عنه صحيح لكن ليس من مقتضيات المعجزة من مقتضيات المعجزة الصدق في حاجتين في دعوة النبوة وفي تبليغ الاحكام طيب ما يكون منافيا لما تقتضيه المعجزة هو الكذب يبا الكذب الشيء الوحيد الذي ينافي مقتضى المعجزة طيب ليه لانه ضد المعجزة لان المعجزة بتقول ايه ان النبي صادق والكذب معناها ان النبي ان النبي ليس صادقا اذا الذي ينافي المعجزة الكذب طيب وما لا يكون منافيا لما تقتضيه المعجزة من المنهيات حاجة من اتنين اما ان يكون الشرك او الكفر يعني او معاصي اخرى غير الشرك وغير الكفر يبا تاني اذا توهمنا ان يصدر من النبي منهيا عنه هذا المنهي كيف نصنفه كيف نوصفه نقول ليس المنهي على درجة واحدة ففي منهي منافي لمقتضى المعجزة يعني منافي لصدق النبي في دعواه النبوة وفي تبليغه الاحكام وهذا هو الكذب وفي منهي عنه لا يكون منافيا لمقتضى المعجزة وهي معاصي اخرى زي الشرك المعاصي الاخرى حجم الاثنين يا اما شرك يا اما كبائر اخرى غير الشرك والمعاصي الاخرى اللي هي غير الشرك اما انها تكون كبائر واما انها تكون صغائر يبا يتضح من هذا ان المنهيات التي يتوهم صدورها من الانبياء تنحصر في الات الاول الكذب في دعوة النبوة وتبليغ الاحكام ده اول منهي عنه الثاني الشرك او الكفر الثالث انواع الكبائر غير الشرك القتل عقوق الوالدين التولي من الزحف السحر الى غير ذلك من انواع الكبائر الامر الامر الرابع الصغار يبا حضرتك في دعوة النبوة لتفصيل لتفصيل وحده بالنسبة للعصم يبا كأن النبي معصوم اولا من الكذب لان ده منافع لمقتدر معجزة ومقتدر معجزة الدعوة النبوة وتبليغ الاحكام النوع الثاني من المنهيات التي عصم منها النبي الشرك يبا الكذب والشرك النوع الثالث بقية الكبائر جميع الكبائر النوع الرابع الصغائر الصغائر بس العلماء لما تكلموا عن الصغائر قالوا برضو الصغائر مش على درجة واحدة في صغائر منافية للمرؤة وموجبة للخصة وفي صغائر عادية ليست منافية للمرؤة وليست موجبة للخص يعني مثلا عدم رد السلام واحد قال للنبي السلام عليكم وما ردش عليه السلام دي صغيرة من الصغائر بس هذه الصغيرة ليست منافية للمرؤة وليست موجبة للخص طبق الايه الصغائر اللي هي منافية للمرؤة لو واحد سرق رغيف مثلا من مطعم دخل مطعم وخاد رغيف حطه في جيبه وخرج سرقة لقمة دي اسمها صغيرة بس صغيرة توجي بالخصة يعني كده حقيرة كده لا تتأتى من الشخص المحترم فضلا فضلا ان يكون نبيا يبقى عندي النبي معصوم من الكذب معصوم من الشرك معصوم من الكبائر كلها معصوم من الصغائر كلها هذا عند اهل السنة وفي ذلك تفصيل ايضا وسأفصله ان شاء الله اولا ما موقف الرسول من كل واحدة من الاربع اللي هم الايه الكذب الشرك الكبائر الصغائر قبل البعثة وبعد البعثة ومن باب العمد ومن باب السهو كلام فيه تفصيل ملازم انت الفعل لما يصدر تسأل سؤال هذا الفعل هل صدر من النبي قبل النبوة قبل ان يكون نبيا ولا صدر منه بعد ان كان نبيا قبل البعثة ولا بعد البعثة وتسأل سؤال تاني هل صدر منه هذا الفعل عمدا ولا صدر منه سهوة ايه رأي العلماء في المسألة دي اولا الكذب وهو اول شيء معصوم منه النبي لانه زي ما قلت لكم اكتر من مرة منافي لمقتضى المعجزة لان ده بيضرب على طول في دعوة نبوة ويضرب على طول في تبليغ الاحكام اما الكذب في دعوة الرسالة وتبليغ الاحكام بعد البعثة طبعا ما يكونش ده الا بعد البعثة لانه هو ادعى النبوة وفي احكام شرعية هيبلغها لاتباعه للمؤمنين هذا لا يكون الا بعد البعثة هذا ليس معناه ان النبي يجوز عليه الكذب قبل البعثة لا النبي معصوم من الكذب قبل البعثة وبعد البعثة عمدا وسهوا لكن هنا عندما اقول الكذب الذي هو منافي لمقتضى المعجزة لا يكون الا بعد البعثة لان مقتضى المعجزة هو ايه ادعاء للنبوة ومقتضى المعجزة هو ايه تبليغ للأحكام وهذا لا يكون الا بعد ان يكون نبيا يبقى اما الكذب في دعوة الرسالة وتبليغ الاحكام بعد البعثة حيث ان ذلك لا يتأتى قبل البعثة فيستحيل صدوره منهم عمدا او سهوا يستحيل صدور الكذب الذي هو منافي لمقتضى المعجزة من الانبياء سواء اكان عن طريق العمد او كان عن طريق السهل لانه لو جاز الدليله طب ليه حد يقول طب ليه ما يصدرش منه هذا الفعل قالوا لانه لو جاز عليهم في واحدة من هاتين اللي هم ايه اللي يدعو الرسالة او تبليغ الاحكام حتى ولو سهوا لما كانت هناك ثقة فيما جاءوا به من شرائع ازاي انت هتثق فيه بعد كده ده لو جهز صاحبك او صديقك او ابنك وكذب عليك مرة في امر ما انت هتقول ازاي اصدقك بعد كده وممكن يبقى صادق في اي امر اخر انت تشك طول لا ما انت استكذبت عليها قبل كده فانا يعني مش قادر اصدقك بصراحة فلو لو سهوى لما كانت هناك ثقة فيما جاءوا به من شرائع فتبطل الحكمة من بعثتهم او من بعثتهم الله هو انا هل انا ارسل النبي ليصدق ولا ليكذب انا ارسلت النبي ليصدق فاذا كذا بمرة والناس الذين ارسل اليهم هذا الرسول لم يثقوا فيه يبقى ما فيش حكمة بقى في اننا ارسلوا رسول وهو ما فيش حكمة في الشريعة على الاطلاق يبقى انت انتفل حكمة او تبطل الحكمة من بعثتهم طيب انت بتفصل القول فيه الكذب الذي هو منافي لمقتضى المعجزة الذي يكون بعد البعثة والذي يكون في دعوة النبوة او في تبليغ الاحكام هل معنى كده انه ممكن يكذب في حاجات تانية لا الكذب في غير هزين الامرين من باب العمد لا يجوز لكن من الممكن ان يكذب سهوى يب تاني يا جماعة يا اخوانا الكذب كذبان كذب في مقتضى المعجزة اللي هو بين قوسين دعو بين قوسين دعوة النبوة وتبليغ الاحكام ده نوع من الكذب وفي كذب في امور اخرى غير هزين الشيئين او هزين الامرين العلماء قالوا لا يجوز عليه الكذب قبل البعثة عمدا في غير مقتضى المعجزة في غير ما تقتضيه المعجزة لا يجوز عليه ان يكذب لا قبل البعثة ولا بعد البعثة عمدا عمدا بين قوسين عمدا لكن من باب السهوة يجوز عليه الكذب اما الكذب الذي ينافي مقتضى المعجزة يعني الكذب في دعوة النبوة وفي تبليغ الاحكام والذي لا يكون الا بعد البعثة فهم معصومون منه بعد البعثة عمدا او سهوى اشمعنا قالوا اصد لو صدر منه حتى ولو من باب السهوة لفقد نثقة فيه فكيف نثق في الاحكام التي يبلغها لنا بعد ذلك موجاز عليه الكذب هو كذب قبل ذلك وتنتفي الحكمة من بعثته اما بقية الامور الدنيوية مثلا هل يجوز للنبي ان يكذب فيها قالوا عمدا لا عمدا لا يمكن ان يتأتى الكذب من النبي عمدا سواء كان قبل البعثة او بعد البعثة طب هل سهوى ممكن والله يجوز ان يقع منه سهوى اما الكذب في غير هذين الامرين فانه يجوز سهوى ولا يجوز عمدا هذا هذا ما قاله العلماء قالوا طب هل عندك دليل على ان النبي ممكن يتأتى منه هذا الامر يعني الكذب سهوى قالوا احنا عندنا دليل بس العلماء لهم فيه تخريج اخر وهو حديث ذي اليدين النبي صلى الله عليه وسلم صلى بصحابته صلاة رباعية فبدل ما يتمها اربع ركعات صلى ركعتين فقال له احد صحابته وهو ذو اليدين يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت تاني يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن شوفوا العبارة دي ده خبر الخبر ان صادف الواقع فهو صدق وان لم يصادف الواقع فهو كذب مطابقة الخبر للواقع صدق عدم مطابقة الخبر للواقع كذب من حيث التركيب ومن حيث الاسلوب ومن حيث اللغة هذا كذب لكن هل يجوز الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا من باب السهو او من باب الكذب من حيث الصورة لتعليم الامة او ان هذا ليس كذب هذا صدق في المعتقد ما هو الصدق صدقان صدق في الواقع وصدق في الاعتقاد فالنبي صادق وان كان الخبر ليس صادقا لان النبي اعتقد ان ذلك كله لم يكن فهو صادق في هذا الاعتقاد يبا مرة تانية مسألت الكذب الكذب كذبان كذب في دعوى النبوة وتبليغ الاحكام وهذا لا يتأتى من النبي لا عمد ولا سهو على الاطلاق وكذب في امور اخرى قال العلماء يجوز منهم ذلك من باب السهو فقط لا من باب العمد فقالوا يجوز على الرسول ان يتحدث فيما يتعلق بامور الدنيا مما لا يتحقق في الخارج يعني ولا يتعلق ايضا بدعوى الرسالة او تبليغ الاحكام هذا مسألة الكذب اعتقد تم شرحها شرحا دقيقة ننتقل الى النوع الثاني من المنهيات وهو الشرك قبل الشرك او المرة تانية هل يجوز الكذب على الانبياء تقول الكذب نوعان كذب في دعوى الرسالة وتبليغ الاحكام وكذب في امور الدنيا او امور اخرى اما الكذب في دعوى النبوة وتبليغ الاحكام هذا لا يجوز من النبي عمدا ولا سهوى حتى لا تفقد الثقة فيهم وحتى لا تنتفي الحكم من ارسالهم اما الكذب في امور اخرى فجوز العلماء ذلك منهم من باب السهو فقط لا من باب العمد اي في الامور التي لا تتعلق بدعوى النبوة ولا تتعلق بتبليغ الاحكام النوع الثاني الشرك قال العلماء لا يجوز صدور الشرك من الانبياء لا قبل البعثة ولا بعدها لا عمدا ولا سهوى الشرك هم معصومين منه على طول الخط لا يجوز على الانبياء الشرك لا من باب العمد ولا من باب السهو ولا قبل البعثة ولا بعد البعثة والدليل على ذلك اجماع اهل الشرائع على وجوب عصمة الانبياء من الشرك قبل البعثة وبعدها يعني لو حضرتك قرأت سير الانبياء لا تجد نبيا سجد لصنم او عبد وثنن فهم معصومون من الشرك قبل النبوة وبعدها عمدا وسهو لان الله هو الذي رباهم الله قال واصطنعتك لنفسي وقال ولتصنع على عيني فهل قرأتم ان نبيا من الانبياء عبد غير الله سجد لصنم او سجد لوسن ابدا على الاطلاق لانهم معصومون من الشرك قبل النبوة وبعدها عمدا وسهوى طب الكبائر الاخرى يبدأ النوع التاني فيه كبائر اخرى ما احنا قلنا المنه عنه اما الكذب واما الشرك واما بقية الكبائر واما الصغار الكبائر الكبائر الاخرى غير الشرك نعين كبائر فيها خسة او يترتب عليها نفرة وكبائر ليس فيها خسة ولا يترتب عليها نفرة يعني كبائر تشعر بالخسة وبالنفرة وكبائر لا تشعر بالخسة ولا بالنفرة والكبائر برضو نعين هزان القسمان اي الكبائر جميع الكبائر ما يشعر بخسة وما لا يشعر بخسة لا يجوز صدوره من النبي قبل البعثة وبعد البعثة لا عمدا ولا سهوى تاني جميع الكبائر الانبياء معصومون منها قبل البعثة وبعدها عمدا وسهوى سواء كانت هذه الكبائر تشعر بخسة او توجب نفرة او لا تشعر بخسة ولا توجب نفرة تعمل تقول لنا تشعر بخسة ونفرة زي اي يعني يعني السرقة السرقة كبيرة من الكبائر بس فيها خسة طب النفرة زي الزنا شيء الطبع الانساني ينفر منه الحر لا يزني والحر لا تزني طيب الذي لا يشعر بخسة ولا يعني يترتب عليه نفرة زي القاتل مثلا التولي من الزحف مثلا لهذه امور لا يترتب عليها خسة ولا نفرة لكنها كبيرة من الكبائر فالكبائر كلها هل ممكن تصدر من الانبياء قالك لا هذه الكبائر لا تصدر من الانبياء لا قبل البعثة ولا بعدها ولا عمد ولا سهل لكن بعض العلماء ده استدراك بعض العلماء يعني علماء الكلام جوز صدور ما لا يشعر بخسة كالقتل مثلا قبل البعثة من الرسل او الانبياء يعني هنا في بعض العلماء فصل الرأي رأي الجمهور رأي العلماء جمهور العلماء قالوا اما الكبائر فالانبياء معصومون منها جميعها قبل البعثة وبعد البعثة عمدا كان او سهواء الا ان القليل من العلماء او بعض العلماء جوز صدور الكبائر التي لا توجب خسة ولا نفرة كالقتل مثلا من الانبياء قبل البعثة هذا الرأي الثاني مرجوح مرجوح يعني غير معمول بي الراجح انهم معصومون من الكبائر جميعها قبل النبوة وبعد النبوة عمدا وسهواء طيب وعلى هذا فالكبائر كلها مستحيلة على الرسل قبل البعثة وبعدها عمدا وسهوا على حد سواء ما اشعر منها بخسة كالسرقة وما اشعر بنفرة كالزنا او ما لا يشعر بهازين كالقتل طيب ليه السؤال على طول كده في الزهن لماذا الانبياء يكونون معصومين من الكبائر قبل البعثة وبعدها عمدا او سهوا قالوا لانه لو جاز عليهم فعل الكبيرة ولو سهوا او خطأ في التأويل لازم ان تكون الكبيرة مأمورا بفعلها ما احنا قلنا من البداية ان النبي ينبغي على امته ان يتبعوه فنحن مأمورون باتباع النبي واتبعوه لعلكم تهتدون فلو جاز عليه ان يرتكب الكبيرة لكنا مأمورين باتباعه في هذا فاذا سرق كانت السرقة سنة واذا زناء كانت زناء سنة نتبع النبي فيها والله لا يأمر بالفحشاء كما قلت لكم ان الله لا يأمر بالفحشاء فكيف يكون ذلك كذلك طيب فلو صدر عنهم فعل كبير ولو سهوا لكان فعلها طاعة مأمورا بها مع كونها من الفحشاء والله لا يأمر بالفحشاء فيكون فعلها مأمورا به وهو محال لانه جمع بين النقيضين كيف ينهاني عن الزنا ويأمرني باتباع النبي الذي يزني والعياذ بالله كيف ينهاني عن السرقة في حين ان النبي الذي جاء النهي عن طريقه يسرق ده تناقض لا يكون اذا فلابد ان يكون النبي معصوما من الكبائر كلها ما يوجب الخس او النفر او ما لا يوجب عمدا كان او سهوى قبل البعثة او بعدها طيب تعالوا على الصغائر يبا احنا خلصنا النوع الاول الكذب النوع الثاني الشرك النوع الثالث بقية الكبائر بايا عندنا من المنهيات الصغائر العلماء قالوا برضو الصغائر نعين صغائر تشعر بخسة وصغائر لا تشعر بخسة الصغائر التي تشعر بخسة كسرقة امر تافه كسرقة لقمة مثلا او سرقة شيء لا يبلغ حد نصاب لا يبلغ نصاب السرقة حتى يقام عليه الحد يعني فيستحيل صدوره من الرسول عمدا او سهوا قبل البعثة وبعدها لان صدوره منهم يوجب النفرة منهم والبعد عن الاقتداء بهم واتباعهم خلاص اصبحت لقاعدة لو تأتى من النبي ان يرتكف هذه الصغيرة الخسيسة كان يسرق لقمة مثلا او ان يأتي بامر تافه لا يبلغ نصاب السرقة التي توجب الحد لو صدر منه هذا الامر الخسيس لكنا مأمورين ان نكون مثله وهذا لا يكون ولذلك النبي معصوم من الصغائر التي توجب الخسة قبل النبوة وبعدها عمدا وسهوى اما الصغائر التي لا تشعر بخسة كعدم القاء السلام على مسلم مر مثلا فاصح الاراء انهم معصومون منها عمدا بعد البعثة واما صدورها عن طريق السهوي بعد البعثة او قبل البعثة عمدا او سهوا فجائز النوع الاخير هو اللي فيه الاستثناء النوع الاخير الصغائر التي لا توجب الخسة كعدم القاء السلام او كعدم رد السلام على من مر به مثلا فهذه صغيرة هل تتأتى من الانبياء العلماء العلماء قالوا لا تتأتى من الانبياء بعد البعثة عمدا ابدا يعني لا يتعمد ابدا النبي الا يرد سلاما او الا يلقي سلاما بعد البعثة لكن هل يجوز منه ان يصدر منه ذلك الامر عمدا عمدا قبل البعثة قالوا يجوز طب من باب السهو هل يجوز للنبي ان يرتكب هذه الصغيرة التي لا توجب الخصة من باب السهو بعد النبوة قال العلماء نعم يجوز منهم ذلك واذا جاز منهم ذلك بعد النبوة فمن باب اولى يجوز منهم ذلك قبل النبوة هذه هي المنهيات خلاصة القول ان الرسول والنبي معصومون من معصومون من عد معايا الكذب عمدا او سهوا فيما يتعلق بدعوى النبوة وتبليغ الاحكام ومن الشرك عمدا او سهوا قبل البعثة وبعدها ومن الكبائر مطلقا ما اشعر منها بخصة بخصة او نفرة وما لا يشعر بهذين عمدا او سهوا قبل البعثة وبعدها على الاصح يعني على الاصح يعني على الرأي الراجح على رأي جمهور اهل العلم اما بعض العلماء فلهم رأي اخر ومعصومون ايضا من الصغائر المشعرة بالخصة عمدا او سهوا قبل البعثة وبعدها ومعصومون ايضا من الصغائر غير المشعرة بالخصة عمدا بعد البعثة اما قبلها فان الصغيرة جائزة منهم عمدا او سهوا وكذا بعد البعثة سهوا والى هنا يطرح لنا مدى عصمة الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين بقي سؤال او شبهة حد يقول لك انتم تقولون ان الانبياء معصومون من ارتكاب منهي عنه على درجات المنهي عنه كما فصلنا طيب الرسل قبل البعثة لا تكليف عليهم انت بتقولي الرسول معصوم طيب قبل ما يعني يصبغ بهذا الوصف الشريف قبل ما يكون رسول قبل ما يكون نبي ازاي ازاي تقولوا عنه انه كان معصوم انه معصوم اليس في هذه الحالة كآحد الناس احنا هنفترض جدلا ان كلامكم صح ان الانبياء دول معصومين لكن يسوغ هذا بعد النبوة اما قبل النبوة ما هم زيهم زي الناس ليه يبقوا معصومين بآه ليه انتوا حكمتوا بعصمتهم قبل النبوة تاني قد يقال ان الرسل قبل البعثة لا تكليف عليهم ولا على اقوامهم فلا تعرف الكبائر ولا الصغائر فكيف يقال ان الكبائر ممتنعة عليهم قبل البعثة اذا كنا احنا عرفنا ان هذه كبائر وهذه صغائر بعد النبوة اما قبل النبوة عرفنا دي كبيرة ازاي وعرفنا دي صغيرة ازاي علشان تقولولنا دول معصومين منها نقول لهم ايه رأيكم في الكفر والشرك قالوا لا الكفر دا كبيرة حتى ولو الشرع ما قالش عنه كبيرة العقل يقول الكفر بالله يعلم من العقل وبالبداهة حتى قبل البعثة لكن بقية الكبائر والصغائر كيف تعرف قبل البعثة حتى يعصم الانبياء منها وحتى يكون ارتكابها من النبيين مذموما وصدورها منهم مؤدية لنفرة الناس منهم وبعد الناس عنهم والجواب اذا ما فيش خلاف بيننا وبينكم في مسألة الكفر انت قلتم هو الكفر دا دا كبيرة ورزيلة وفساد عظيم يعرف ذلك بالشرع ويعرف ذلك بالعقل فلا بد ان يكون النبي معصم منه انت اعترفتم بهذا نزاعنا معكم في الكبائر الاخرى غير الشرك او غير الكفر الكبائر غير الكفر وان لم تعلم قبل البعثة فصدورها منهم من الانبياء قبل البعثة مؤدي الى نفرة الناس منهم اتباعهم اتباعهم ازاي وربما اتخذها بعض المعاندين منفذا للطعن فيهم واشاعوا في الناس المدعوين للإيمان بهؤلاء الرسل ان هؤلاء الرسل يحرمون عليكم اليوم ما كانوا هم يفعلونه بالامس عرفت لماذا الانبياء لابد ان يكونوا معصومين من الكبائر ومن الصغائر التي توجب الخسة قبل النبوة لان النبي مش جاي لنفسه ده جاي علشان اتباعه علشان الناس تتبعه طيب لو كان قبل النبوة بيرتكب الفواحش بيسرق وبيزني وبيقتل وبيشرب الخمر وفجأة كده يخرج علينا ويقول لنا انا نبي وهذه معجزتي دليل صدقي وانا بقول لكم الكذب حرام السرقة حرام الزنا حرام القتل حرام اول كلمة هتتقال طيب يعني كده من باب اولا كنت قلت الكلام ده لنفسك انت جاي دلوقت تقول لنا ده حرام لكن كنت بتعمله ليه قبل كده قبل ما تبقى نبي كنت بتعمله ليه وبعدين جاي تنهان عن خلق وانت تأتيه فعلشان الاقتداء بالنبي يظل ناصع البياط يظل سليما يظل كالثوب القشيب لابد ان يكون النبي معصوما من الكبائر قبل النبوة لان هيبقى ليه شياطين من الانس وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض الزخر فالقول غرور هؤلاء ربما يجدون في عدم عصمتهم من الكبائر قبل النبوة ما يجعلهم حريصين على ان يصرفوا الناس عنهم بعد النبوة يقولون ازاي انتوا هو النبي ده بيقول لكم ما تزنوش وهو كان بيعمل كده هو النبي يقول لكم ما تسرقوش بيقول لكم الان لا تسرقوا ولا تغلوا ولا تغلوا ولا تخونوا وهو كان كذا وكذا وكذا فحتى يحسن الاقتداء به لا بد ان يكون معصوما من الكبائر قبل النبوة ومن باب اولى هو معصوم منها بعد النبوة هذا هو خلاصة الكلام في باب العصمة نحن نتحدث معكم حديثا بسيطا سهلا ابتعدنا فيه عن الاراء والادلة ووجوه الاستدلال الى غير ذلك مما يطرح في علم الكلام فهذا له مجال اخر ودراسات اخرى استودع الله دينكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة